الشيخ عبد الحميد الرائج رئيس الاتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة نينوى نرحب بكم مع راديو الغد اهلا وسهلا شرع بكم هذا اليوم يوم مبروك ومطرحم إن شاء الله وجوك بوجه خير أيضا حدثنا عن خطة زراعية مثلا في هذا العام مع الحمد لله طول الأمطار هلي بشر بخير ومثلا عدد الدوانم اللي قمتم بزراعته بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة احنا عدينا خطة تقريبا حدود 650 الف دونم لنغرض المصادقة عليها على بغداد رجع الجواب مصادقين على 550 الف دونم فقط بينما نحتاج إلى أكثر من هذه المساحة محافظة نينوى تدري بها مساحة كبيرة جدا تقدر بحدود فوق 40 أو 47% من العراق بالنسبة للأراضي الزراعية في هذا الموسم يبشر بخير إن شاء الله بعد حطور أول مطرة في محافظة نينوى حقيقة تحركوا الفلاحين والمزارعين للعمل وتكملة البدار من هذه السنة خارج الخطة خارج الخطة اشتروا بذور على حسابهم الخاص وطشهوا على حساب الأصول نحتاج هسا عدد عمنا من الحكومة المركزية والحكومة المحلية بتوفير مادة السماد اليورية اللي هسا احنا نحتاجه بشكل سريع جدا ونحتاج إلى توصيله إلى مقرر العمل ما يزلتون بالتزياد الزراعية ويجي الفلاح بتعذب وطريقه موسالك أو كذا وسيطرات تتعرقل وهذه ما تخدمنا أنا طرحت مقترح على إنه يوصلون المادة إلى الشعب الزراعية في القضاء والقضاء هو يوزح المزارعين حتى قريبا على الأراضي الزراعية الشيخ كما تعلم هناك أراضي تسقى ديم وتسقى أمطار وأيضا نعتمد على المرشات يعني هذه المرشات عندما يتم الاعتماد عليها أتقالينا كثيرا من كميات المياه وكما تعلم هناك اليوم في حاجة ما سلمية توجيهاتكم للفلاحين كيف التعامل مع هذه المرشات بالاسم من المرشات هي الحمد لله يعني السنة كمية مو قليلة وزعنا على المزارعين والفلاحين وأول سق لها سقط الأراضيهم التي تحتاج إلى ماء ووصيناهم بمثل ما يقول التقنين وجاهم المطر هذا فبالحال المرشات راح توقف عملها المطر موجود الحمد لله في كل مكان اليوم أكثر من 25 مليم بكل الأغضية والنواحي خط الموقف والحمد لله نسعر من الله أن يتممه بالخير أيضا هناك قروض زراعية تمنح للفلاحين كيف تتعاملون مع المصرف الزراعي الإمكانيات التي قدموها لإخواننا الفلاحي والحقيقة هناك مشاريع زراعية في المصرف الزراعي ونحن نشكر الأخت الضفاف لتعاون الجاد ويالمزارعين والفلاحين في محافة نينوة أكو كثير من المشاريع فبدأوا بها حاليا بترويج المعاملات لهم بالنسبة للبذور كما تعلم هناك الموصل تشتهر بأنواع كثير من البذور كيف نحافظ على هذه البذور أن ننميها مستقبلا مثلا الصابر بيق والأمور التي نستعملها دائما في الخبز أحنا بلغ للمزارعين والفلاحين أن يعدهم بذور من النوعيات المتخصصة تسليمها لشركة العراقين التهجب بذور أو شركة ما بين نهرين نقرض احتفاظ بها أن نستواج منها بالسنة القادمة أيضا من ضمن إنجاح العملية الزراعية هو الوقود الذي يسلم للفلاحين مثل الجاز أو تشغيل المضخات حتى إن شاء الله في موسم الحصاد ما هي مطالبكم لوزارة النفط؟ هذه نعاني منها من قبل سنتين أو أكثر من سنتين حصة الفلاح على أساس توزع فيه 15 أربعة أو 15 خمسة أبعد حد هالسع يشتري المنتوج من أسواق السوداء زين ويباشر شقلتها أكثره ويباشر بالعمل ماله وإلى شارة 12 يلطيع الحصة مال القاز أحنا كتبنا به الانتحاد العام وكتبنا به مكتب سيد الوزارة النفط ولحد الآن نعاني من هذه المشكلة مع هذه المعاناة والهموم وغير ذلك ماذا تقول لأخوان الفلاحين وإن شاء الله يأتيهم يكون الحصاد ويعوضهم عن السنوات الثلاثة اللي مارت؟ أقول للفلاحين الله موجود إن شاء الله وصبركم أنتج والحمد لله هسا رب العالمين إن شاء الله نظر على المحافظة نينوة بالذات يعني يدارون ويقومون بتسميد العرض بشكل جيد ويراجعون الاتجاز الرعي اللي قرض أخذ المواد من الأدغال وتسوقون محصورهم إلى السيلوات والساحات اللي راح تستنم البذور مارهم اشتركوا في القناة